اخيرا توضحت الصورة بعد ان سكن الغبار واصبحت مطالب الاحتجاجات اكثر واقعية مع امكانية التطبيق فكلمة زعيم التيار الصدري مقتدى صدر ازدلت السطار عن مستقبل العملية السياسية ونتائج الانتخابات الاخيرة التي يبدو انها ماتت سريريا بعد الدعوة الى اجراء انتخابات مبكرة وحل البرلمان الحالي خطوة وصفها المراكبون بالجيدة لانهاء الازمة الحالية لكنها تحتاج الى واقعية قانونية لتنفيذ ذلك اعتقد ان خطاب سماحة السيد مقتدى الصدر ليلة البارحة هو بمثابة خارطة الطريق لجميع القوة ليست القوة المشاركة فقط وحدها من تشترك في العقد الجديد او الخارطة السياسية الجديدة التي دعا لها سماحة السيد مقتدى الصدر بالتالي اعتقد على جميع الفرقاء ان لا يجعلوا من هذه الانسداد او الاختناق السياسي هو بمثابة عقد جلسة الصلح بين السيد المالكة او الاطار والتيار او حتى بين القوة الكردية لا يعني هدف سماحة السيد مقتدى الصدر واضح ايجاد خارطة طريق لتفاهمات جديدة لرسم مستقبل العراق بشكل حقيقي ووقعي كلمة الصدر قطعت الطريق نحو اجرائية حوارات اخرى مع الكتل او حتى الجلوس على طاولة مستديرة المراقبون فسروا ذلك بالواقعية السياسية لاصلاح النظام السياسي بدل تغييره بعد سلسلة احتجاجات شهدها العراق اخرها في تشرين الاول عام 2019 لم تمنح المحتجين ما خرجوا من اجله وهذا يعني ان الثورة الحالية لا تستهدف اسقاط النظام السياسي او تغييره في اقل تقدير التيار الصدري يعمل وفق مفهوم الواقعية السياسية وليس الفكر المتحمس يعني ما بين تشرين وما بين التيار الصدري هناك تواصل ولكن طريقة الادارة للازمة وطريقة تفكيك النظام وطريقة ادارة النظام مختلفة وهذا ما يجعل فكرة التيار الصدري مرتبطة بابقاء النظام السياسي العام واصلاح هذا النظام لانه سحق هذا النظام وانهاء هذا النظام وكأنه تفجير للدولة في هذه المرحلة ومع وضوح المطالب الرئيسية لكن تبقى بعض الضبابية حول المستقبل القريب لحين اجراء الانتخابات خاصة ان حكومة الكاظمي هي حكومة تصريف عمال يومية لا تملك شرعية قانونية لاصدار قرارات من شأنها حل البرلمان او التحضير لاجراء انتخابات جديدة خاصة ان الانتخابات تحتاج الى موازنة كبيرة هي من سلطة البرلمان التشرعية فضلا عن وجود اعتراض على حكومة الكاظمي التي اتهمت بتزوير الانتخابات من قبل الاطار التنسيقي من العاصمة بغداد احمد فيدي زاكروس تيدي اشتركوا في القناة